بعد أقفال مصنع هانويل في كونديسيغنواغو المسمات وادي الموت أصبح أكثر من 250 موظفاً بعضهم مريض بسبب مادة الأسبستوس عاطلاً عن العمل في هذه البقعة من سويسرا النورماندية حيث تسبب الأسبستوس بوفاة ألاف الأشخاص في مجموعة من المواقع الصناعية المهجورة اليوم لم نكن نعلم شيئاً كنا نضع أقنعة صغيرة ولم يكن يحذرنا أحد كنا نرى غبار مادة الأسبستوس تطير في الجو وقت ظهور أشعة الشمس وكانت شركة هانويل الأمريكية العملاقة التي تتوقع ارتفاع أرباحها عام 2013 قد أعلنت منذ العام 2011 إقفال المصنع وفي وادي الموت الذي انتقل من حياكة القطن إلى صناعة الأسبستوس في نهاية القرن التاسع عشر توفي نحو خمسة ألاف شخص من جراء هذه المادة المقاومة للنار والاحتكاك التي اعترف البرلمان الأوروبي عام 1978 بأنها مسببة للسرطان